أشهدت وزيرة وخارجية سلوفينيا تانيا فاجون بجهود مصر للتواصل إلى الهدنة الإنسانية والإفراج عن الرهائن والسجناء الفلسطينيين في السجون الاحتلال الإسرائيلي وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البرية وأكدت تانيا فاجون على أهمية دور مصر للتواصل إلى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما أضافت أنها أجرت مباحثات معمقة خلال زيارتها للقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري حول تطورات الأوضاع في غزة وتبادلت الأراء حول كيفية التعامل مع هذا النزاع وضحة على أنهما اتفق على الحاجة إلى التواصل إلى وقف إطلاق النار الدائم بشكل عاجل وتوفير الحماية للمدنيين فضلا عن الخطوات الملموسة نحو حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر